الامتحان دوت انا بعتت لكم الامتحان اللي فاته وبعتت لكم الحل بتاعه اللي احنا سجلناه معايا كده وبرضه النهاردة ببعت لكم بعدها التسجيل الامتحان دوت زي التاني فيه فكرتين جدات الاسئلة الماس بتتكرر في كل الامتحانات بس امتحان عن امتحان فركزوا معايا واللي معايا على فكرة هو المنهج بتاعك عبارة عن منهج اولى وتاني اعدادي منهج تالت اعدادي بسيط يا مستر انت بنضيع الوقت طب خلوكوا معايا بصوا يا سيد اول جملة في الامتحان بتاع الجيزة بيقول ايه تشوز زا كوريكت انصر تمام بقول زا سيليوشن اوف اينيكواليتي كلمة اينيكواليتي يا جماعة معناه اصلي فيه كلمة كواليتي وانيكواليتي انيكواليتي لما يبقى فيها جريتر زان ولس زان وايكواليتي لما تبقى موجودة معناها انيكواليتي يعني فيه اكس وفيه عندي رايت رايت وفيه طرف ايمن وايسر واللي بينهم مش ايكوالي يعني انا ممكن اقول الاكس بلاس واي ايكوال زيلو لأ ديكواشن دي معادلة اما بالشكل ده ليش زان وجريتر زان وده كله يبقى انيكواليتي اسمها ايه يا جماعة انيكواليتي فبيقولي اول اشوف الحل بقولوا عايز السليوشن اوف ست يا جماعة هنا فيه نمبر كام ركزوا من نمبر كام ردوا علي نمبر كام تو وهنا نمبر كام اسري يبقى الحل تو اسري غلصة المساعدة يا مستر طب ما هي دي تو اسري ودي تو اسري ودي تو اسري نختار من فيهم احنا الوقت طلعنا اه بصوا لي كده في الانيكواليتي دي امسح بس الكام ده عشان ما تطلخبطوش هل الانيكواليتي اللي موجودة قدامكو دي هل فيها ايكوال علامة يساوي هل ديت الاكس هو بقولي الاكس زين اي تو هل في علامة زي دي كده ايكوال او الاكس ليس زين هل في هل في ايكوال ولا مفيش ردوا علي مفيش نوبة لازم الاتنين يكونوا اوبن يوبة تو والسري ادي طبعا انت في الامتحان مش هتقعد تفكر الكلام دي انا بفهمك اعرفنا مجموعة الحل تو وسري بس دي تو وسري ودو طب مدام مفيش ايكوال يبقى الاتنين اوبن يبقى الاجابة هي نمبر بي طب يا ميستر افض فيهم واحدة لو الاتنين ايكوال لو الاتنين فيهم ايكوال يبقى الاتنين مغلقين اقول تاني ولا ما اقولش وبعدين لازم العلامة كده الاقواص بهذا الشك او بهذا الشك اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم انا بقول يعني دي فكرة ما كانتش في الامتحان اللي فات بصوا على الجملة التانية على فكرة امتحال واحد يحلو كده وهو نايم يعني يمكن يغمض عنين وحل بقول لي هنا ايه solution of set of two equations ايه ده مديني الاكس بلاس واي بتساوي زيرو حاضر وبقول لي الواي negative 5 بتساوي زيرو هو يعني ايه solution يعني عايز قيمة الاكس وعايز قيمة الواي طب يا ميستر ما انا عندي دي هنا قدي بصوا قدي اكس بلاس واي ايكوال زيرو ما انا مش عارف الواي وبكم والاكس ما تنفعش طب بصوا التانية كده التانية بقول لي واي negative 5 بتايكوال زيرو ما هيه عندي جبتها من عندي انا هيه طب ايه رأيكو ما نجيب الواي كده وننقل الاكس مش دي negative 5 تروح الناحة تانية ببصد في 5 يبقى الواي بتساوي كام 5 طب هنا فين الواي باي ده ده دي واي بفايف ودي واي بفايف وكلهم 5 لا دي نجاة بفايف ما تنفعش انا 5 يبقى دي تنفع ودي تنفع طب نجيب الاكس نعوض هن مش الواي بايه هنقوله هنا الاكس اهي بلاس الواي طلعناها بكام بفايف يبقى 5 equal zero يبقى الاكس اي اكوال اين بلاس الناحة التانية بنيجاتيب 5 يبقى عند الحل بتاعي negative 5 و5 لان الاولى دايما اكس والتانية واي فين هنا قلولي فين اهي الاجابة negative 5 و5 اللي مش فاهم يقولي انا مش فاة طبعا انت في الامتحال مفروض مش هتاخد وقت ده هما كلمتين انت فهمتوا انا عملت ايه ولا لا يا مازن مازن انت فاهم انا قلت ايه يا مازن شوية لا انا ابعتها متسجلة ومامتك قالت حتحوق يعني واحدة واحدة على مهلك ولو في حاجة بابعتلي بعد كده بصوا بقى بصوا الجملة دي فكرة جميلة او جديدة بس كله كلام تلتة ابتدائي وربعة ابتدائي بقولي الاكس is negative number يعني ايه negative يعني لو الاكس ديت بتسوي 5 يعني negative 5 لو 6 negative 6 يعني هي negative متشكريه زين greatest number from فمديني مجموعة بقولي مين اكبر رقم في دول اكبر واحد فيهم هو الاكس بايه جماعة negative ولا positive هو بقول ايه قوله معايا negative طب الرقم ده كام الرقم ده كام? سيفن طب ده لو دي سيفن ودي negative وان هل هيزيد والله ينقص? رده علي هيزيد والله ينقص طب لو هو negative 2 هينقص ما قوني سبع نقص واحد بستة سبع نقص اتنين بقى يبقى ده ماينفعش لان هو عايز يبصوا عايز جري تست نمبر عايز اكبر رقم طب تعالوا هنا الاكس السيفن باي اكس برضو لو الاكس نيجاتيف لو دي نيجاتيف وان السيفن في نيجاتيف وان بكام? قولوا معايا بنيجاتيف سيفن طب هتبقى اصغر من السيفن برضو ما تنفعش طب السيفن على الاكس ما هي برضو لو بنيجاتيف حيطلع الرقم بايه اقل طب دي سيفن نيجاتيف اه بصوا معايا سيفن نيجاتيف بنجاتيف ولو الاكس بنجاتيف مسلا نيجاتيف باي نيجاتيف بايه هاقولوا معايا بوزتيف يبقى سيفن بكام تين طب دي zero سيفنano معي نيجاتيف واكس دي ات مسلا بنجاتيف مسلا فور låتوب ب scenery named for نيجاتيف في نيجاتيف ب بوزتف يبقى سبعة واربعها يبقى هو ده. نيجاتيف انتوا معايا هو ده اللي هدين ايه يا جماعة Gerald number لا. اللي مش فاهم يقولي انا مش فاهم. ها? مالكو ساكتين ايه? لارا جودي ياسين. انتم فهمت انا بقول ايه ولا لا? اه نعم. ياسين. اه نعم. مفهومة? نعم. طيب. ركزوا بقى الجملة دي بقى فكرة جديدة بس هو نفس الكلام. بقولي ايه يا جماعة هنا? ركزوا معي. بقولي الاكس. باور تو. نيجاتف ناين. اوفر اكس. هو عايز الدومين اوف الف نيجاتف وان. الانفيرس المعكوس. هو كل مرة كان يقولك عايز الايه? الدومين بتاع الف. الفانيكشن. لا هنا بقولي اف نيجاتف ايه? قلو معاي اف نيجاتف ايه وان. الانفيرس المعكوس. اسألكوا سؤال. مش احنا المرة اللي فاتت تتعلمنا ازاي نجيب الانفيرس? ااسف نجيب الدومين. نجيبه من دايما من الدومينتر اللي تحت? هي نفس قالك لا. بص يا سيدي. باختصار. وانا عمال اوضح الكلام ده اللي اتشرح زمان. اول ما يقول لل اف نيجاتف وان. لازم نجيب الدومين بتاع النومونتر. والدمين بتاع الدومة نومونتر. اللي فوق وتحت نجيب لهم دومين. ونجمعهم مع بعض. احنا اسأل يا لارا يا لارا. سامعاني يا لارا? احنا كنا بنجيب الدومين. كنا بنجيب اللي فوق ولا اللي تحت. لا اللي تحت. كان لنا علاقة باللي فوق? لا. تمام. هنا بقى اول يا جماعة اما تلاقوا اف ما عاليش اروح مسح بس عشان ما طلق اخباص كده. اول ما يقول لي نعمل ايه? قوله معاي. ها? نجيب ايه? نجيب الدومونيترو اللي فوق والدمين اللي فوق. تعال ادي الاكس على الاكس. الاول نعمل ايه? حد يقول لي هنعمل ايه? حد عارف? كلكم سكتين. ولا حد برد علي. هنعمل ايه? برافو عليك. هنعمل ايه? للي فوق واللي تحت. طب اللي فوق هيبه ايه? ردي معاه. مش دي اكس سكوير نيجاتف ناين? اكس بلاس ري. مش هنعمل بقى فاكتوريز هنا. مدام بنجيب هنا هنقول له بصو اللي فوق اكس باور تو نيجاتف ناين. نسويها بالزيرو. واللي تحت الاكس بنسويها باللي ايه? بالزيرو. مش هنحلل ولا حاج. الاكس باور تو نيجاتف ناين بتسوي زيرو. يبقى الاكس باور تو بتسوي ايه? نقل الناين نحق التانية بناين. يبقى الاكس بتسوي بلاس او نيجاتف سري. لو مش عادفين نعملها بالقلل حسبة. اقول تاني? ركزوا معايا تاني. قلت. اول ما يقول لي اف نيجاتف وان. بنجيب الدومين للي فوق واللي تحت. بنسوي اللي فوق بالزيرو. ونسوي اللي تحت بالزيرو. يبقى نقولنا الاكس باور تو نيجاتف ناين بتسوي. اهي اكس تو. يبقى بتسوي ناين. طبعا لو بالقلل حسبة خدنا الروت هنا والرقنا. الاكس بتسوي بوزتف ونيجاتف. ليه عملنا بوزتف ما او نيجاتف. طيب. واللي تحت الاكس بكام? الاكس اللي تحت بكام? اه? الاكس بزيرو. يبقى الدومين عبارة عن ايه? الدومين. ها? بساوي نكتب الار. فاكرين نيجاتف. ملوني بقى الدومين هيبقى ايه ها? زيرو. وايه? نيجاتف سري وسري. بس خلاص خلاصت المسألة. على فكرة اللي فاهم الكلمتين اللي قلتهم فوق. انه انا بجيب الدومين اللي فوق واللي تحت. ما تاخدش منه دقيقة في الامتحان المسألة. بيقول لي هو لما يطلب النيجاتف فان. بتو عافين معناها يا جماعة? بين حاجة البسط والمقام. بين الزيروز. الزيروز يعني نسويهم بالزيرو. قاعدة شرحناها. بس قالت مش وقت الشرحان. انا بقول لك اول لما تشوف نيجاتف فان. هات اللي فوق سويه بالزيرو. واللي تحت سويه بالزيرو. وطلع الدومين. الدومين طلع زيرو. وطلع نيجاتف سري. طب لو حاجة متكررة مرتين. لا بناخد منها حاجة واحدة. انقل على حاجة تانية. انا ماشي خط. اللي مش فاهم يقول لي عشان خطر. لاني بديكم تحان محافظتين. واللي مش هيحلوه ما تزعلوش مني مش هدخلوا معايا الحصة تانية. لان احتمال ناخد الجمعة كمان او بكرة. انا لسه مش عارف يعني. هشوف الموعيد وابعتلكم. طب اللي مش فاهم يقول لي انا مش فاهم يا جماعة. انا اللي بحل النهار ده هو. يلا. نشوف اللي بعدها. اه. مين فيكم الشطور يقول لي المسألة دي. احنا لسه كل ده في تشوز. بقول لي اف ايه? العلامة دي يا جودي. العلامة دي اسمها يا جودي. الله ينور عليك ويسعدك يا رب. سب ست. برافو عليك. يا رب اشوفك كده احسن واحدة في الدنيا انت واللي معاك احسن ناس. يعني ايه سب ست? معلش يا. بصوا كده. بقول لي الايه سب ست بي ايه ركو لو انا عندي كده دي كلها اسمها بي. وفي دايرة جوه كده اسمها ايه? اهي الايه بقى سب ست بي يعني جزء من البي. صح ولا غلط? صح يا مساء. ينفع كنت ارسمها كده. اقول اللي برا الايه واللي جوه هي البي? لا هو بقول لي الايه سب ست يعني ايه جزء من البي? هو بقول لي طيب الايه انت العلامة دي اسمها ايه يا جماعة? اسمها ايه يا ياسين? ياسين العلامة دي اسمها ايه? انتر ها انتر سكت تقاطع. عايز تقاطع ايه مع بي? هم هيتقاطعوا في اين يا ياسين? يعني ايه المشترك بينهم? لا مش معقولة. ها? اقول ايه? بص يا ياسين. دي ايه? صح? ودي كلها دي متقطعين مشتركين في بعض في ايه? ها? ايه? بس يبقى الاجابة هي ايه? خلصت المسألة. ما لكم? هو مش عايز التقاطع اهو. قال لي ايه انتر سكت بي اهي. انا رسمتها عشان توضح. دي جزء من دي. حيتقاطعوا فين? الجزء المشترك بينهم. هو الايه يبقى هي دي الايجابة. انا مازن معايا امازن والله مش اهه. ايه احنا مركزين انا معايا. والله يا بصي حضرتك انا اه عامل عشان خطرك والله. والله يا ربنا يبريك لك. بعد ما نخلص بالليل او بكرة ابعته حسب الظروف بكتير بكرة. اه بسمعي بقى معاه وايه وراجع واحدة واحدة. الامتحانات كلها زيبها. طيب. انشاء الله نمشي بالخطوات انشاء الله. بصوا معايا. بقول لي ايه? ايه في ال اكس باور تو بتسوي والله مسألة تفهى. بس هي فيها فكرة. ايه فكرتها بقى? هو بيقول لي الايه يا جماعة? حد عنده فكرة نعمل في ايه ديال? قولوا معايا. ها? ادي الاكس باور تو. نيجاتف واي باور تو. هل ممكن نعمل لها مش ممكن? اه يا جماعة. دي بتساوي نعمل القص كده والقص التاني كده. ادي الاكس باي اكس. وادي الاي باي واي. واحدة نيجاتف وواحدة بوزر. دي محفوظ. انا محفظكم القانون ده. قلت ايه. فكلما كنت اقول لكم ايه. ايه سكوير. نيجاتف بي سكوير. لما فكها افكها الايه في ايه وبي. دي قانون يتحفظ كده. ادي فكينا الاكس سكوير وبقت اكس نيجاتف واي. طيب. طب الكلام ده بيساوي ايه يا جماعة? مش مش دي. هي بتساوي الكلام ده? مش هو بقولي الاكس باور تو والي باور تو دي بتساوي تو اكس? ايه رأيكم? ما نيجي نقول كده هو. الاكس نيجاتف واي. نيجاتف واي. باي الاكس بلاس واي. ايكوال. هشيل دي كده. هشيلها بقى. وحط مكانهم دول. اه. تو اكس بلاس واي. ينفع ولا ما ينفعشي. يا جماعة دي هي دي. لما انا حللتها انا دي هي اهيه بس محللة. ايه يا ميستر? ده بقت سهلة. دي اكس بلاس واي. هتروح مع الاكس بلاس واي. هتفاهم ولا لسه? اتبقى ايه? اتبقى الاكس. نيجاتف واي بتساوي تو. هتساوي الاكس نيجاتف واي بتساوي اي تو? وبعدين. ها? هتفاهم? هو عايز الاكس نيجاتف واي يا جماعة ايه? طلعت بتو خلصة المسألة. انتو مستغربين انها خلصت ولا ايه? في ناس متلخبطها صح? لا. اعدها تاني? يا جودي. يا سين لارا. مستر. مين يا مستر? لا اعدها تاني. ميني مستر? معلش. هقولها تاني سريعا بسرعة كده. هقول كده بسرعة. يا جماعة انا عندي الاكس باور تو نيجاتف واي باور تو. لما اجي اعمل لها ده قانون هكده. بنقول الاكس اهي باي اكس. ودي الواي باي واي. ودي نيجات نعمل واحدة نيجاتف وواحدة بوزتة. خلاص. ايكول ما هو ده اللي احنا اجيب ما هو ده هو ده. بس ايكول ايه بقى? ايكول تو في اكس بلاس واي. مدام ده ايكول يا جماعة ودي باي مضروبة. نقدر نشيل ده مع ده. يبقى نقوله الاكس نيجاتف واي بتسوي تو. ايه ده بتسوي تو? هو عايز بقولك عايز الاكس نيجاتف واي ما هي? اكس اللي يبقى تقوله له هنا تو. خلصت المسألة. يبقى الاجابة اللي هي دي. تماما. خش على اللي بعديها. اللي بعديها. الله. دي مسألة على فكرة. دي مسألة من اللي خدناهم المرة الفاتت بس هي اعتبرها مسألتين. مش مسألة واحدة. فبقولي الان وان بقولي بروف زا تقسبة الان وان بتسوي الان تو. ادي الان وان. وده الان تو. هنعتبرها مسألتين كده بصي. هروح انا جاي كده عامل الصفحة دي كده. هقول الان وان عبارة عن ايه? الان وان. ها? الان اكس. ملون يلا. اكس باور سري نيجاتف ايه? وان. ها? على الايه? اكس باور سري بلاس اكس باور تو بلاس اكس. ملناش دعو احنا بصو ملناش دعو بالمسألة التانية. احنا الان في الجلزين هون في الان ايه? 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 وان. ما تيجي نعمل لها وناخد لو في مشترك ولا حاجة. ده الاكس باور سري. عايزكم تحفظو. ما تطلخبطوش. كم درستو في اولة وتانية عدادي. علشان وانت بتحل ما تطلخبطش. اول ما تلاقي حاجة باور سري. اعمل قوس صغير. وقوس ايه يا جماعة? كبير. انا بقول وكأنكم مدرستوش فوق او ثانية عددية. بحب افكركم. الاكس باور سري نيجاتف وان. هنعمل قوس صغير. هنكتب الاول كام? هقوله معاي ادي الاكس. ادي الاكس. نيجاتف وان. في مشكلة? تعالي هنا ده خليه اسكوير ادي اكس باور تو. ودوت هناك نخليه باور ايه تو هي بوان. وبعدين. ونعمل ايه بعد كده? قلولي. قال لك اضراب الاكس في اضلاء الاكس باي وان بكام? بالاكس. باكس. اشارة هنا عكس الاشارة اللي هنا. دي نيجاتف اعملها هنا بوزة. انتوا معايا ولا ولا متل اخبطين? لا مع حضرتك يا مستر انا بس امسح الحتة اللي هي دي كده الخط ده كده عشان ايه? مش لاخبطكم بس ايوة كده. اللي انا عملته دلوقتي ايه? انا ماشي خطوة خطوة لان المسائل صدقوني. اللي حل خمس امتحانات بس مع النموزاجين بتوع الوزارة. يجيب وفهمهم يجيب الدرجة النهائية ان شاء الله. بصوا معايا. احنا الوقت اخدنا اللي فوق ده ال ايكس باورسي بنعمل قصة وغير ونكتب ال ايكس وده ال ايكس بقى ايكس تربية. والواي واي تربية. ونضرب ده في ده. وده خلاص. ونحط الاتاح. ايه ده يا ميستر الاتاح? ده هنا ايكس. وهنا ايكس. وهنا ايكس. نعمل ايه يا جودي? الاكس ناخده ايه جودي ها? ايوا المشترك. الاكس. الاكس من اكس باور سري يتبقى اكس باور تو. بلاس. ومن الاكس باور تو تتبقى اكس. ومن الاكس يتبقى ون. ايه ده? ايه ده ده طلع اللي فوق زي اللي ايه? انتم معايا ولا لا? قبل ما نكمل لازم نجيب الايه? قولولي. الدومين. الدومين. لازم نجيب الاول ولا ما نجيبوش. ها? ردوا علي نجيب. لازم نجيب. ها? طب عايز الدومين. الدومين نجيبه من اللي تحت. الاكس بكام? ها? بزيرو. طب دوت هل ينفع جيب الدومين منه? لا. لا يا مسي. اللي بيتحلل ما نفعش. يبقى انا عندي هنا بقى الدومين او ايكول. الار نيجاتيب زيرو. نشطب بقى شطب ده مع ده. ايه اللي هيتبقى احنسى في رقم واحد? اتبقى فوق اكس نيجاتيب وان على الاكس. ده مين ده? ده الان اكس. الدومين طلع بزيرو. ودوت طلع اكس نيجاتيب وان على اكس. نروح للمسألة التانية. اللي عملنا هنا. هنعمله هنا. هل هو بقولك اسبت النموة متساويين? ازا طلع الدومين. نفس الدومين. والن تو هي نفسها ان وان? يبقى متساوي. تعالوا معا. ولا حاجة اهي. امشوا معايا خطوة خطوة. يلا كده. اكس نيجاتيب وان. لعب عيال والله انا بنلعب احنا مش بالنها. وقادل اكس باور تو بلاس وان. خليكم معايا. على الاكس باور سري بلاس اكس. انا بس بعيد كتابتها ما عملتش عاجة دلوقت. تعالوا كده مع بعض. الاكس هنا ايه? اكس نيجاتيب وان اهي. والتانية زي ما هي مش حيبة فيها تغيير بلاس وان. التحت نعمل فيه ناخد الكومان فاكتور الاكس. لان فينا اكس وفي اكس خدنا الاكس بارك. هيتبقى ايه? اكس باور تو بلاس ايه? بلاس ايه? قولوا معايا بلاس وان. اعمل ايه الاول? ادومين. ادومين. الار نيجاتيب. ما فيش غير الاكس. يبقى بكام ها? دايما الاكس يبقى بزيرو. ايه ده? ده طلع الدومين زي الدومين نكمل اختصر. الاكس باور تو زائد وان مع الاكس باور تو. حيتبقى ايه? اكس نيجاتيب وان على اكس ايه? ايه مست? ده طلع يبقى الان وان بتساوي الان ايه? انا مش عارف. اللي مش فاهم يقول انا مش فاهم. زياد. يا زياد. مع حضرتك يا زياد. لا. انا اقول لي. مع حضرتك يا زياد. اه. ابوك مكلمني مبارح وقال لي اه انا مش عاشد. انا افاهم. مازن. استفدت حاجة منها يا مازن. معلش. عشان انت متلخبط شوية. فايه? اه. اه. اسمع الفيديو مرة تانية وعلى مهلك تحل. المسألة. ايه مسألتين? ما هي مسألة اللي عملنا هنا عملنا هنا. اللي عملته كله ده كلام قوله وتانية عدادي. تلت عدادي بنقول له حكاية الدومين وخلص مش هنضيع الوقت بقى. نا اتفضلي في حاجة. اه بعد ازا كمستل لو عندك فيديو شرح للدومين ده تبعتولي? بعد الحصة? لأ اه بصي ركزي معايا في اللي بقوله. احسن ما اتلخبطي. الوقت ما فيش وقت. نسمع ونضيع الوقت. انا بقول بصي واحد زاد واحد بتسوي اتنين. لما تسمع الفيديو مرة تانية ومسك المسألة وخليه حليه بصي. اهم حاجة بعد بسمع الفيديو مش بس لا اه اقفلي افتح الامتحان وجبي له وراء وانا وخليه حلي الامتحان. طب اطلع بط خليه يتمع تاني. يا جودي. جودي. انا عايز تحليلي المسألة دي يا جودي. فاك لما للمرة اللي فاتت شرحناها قلتلك شرحناها وكتبنا القانون. فاكرة ولا لأ. اه. اه. بص معايا. هو عايز ايه بقى? بقول لي ايه وبي تو ميتشوالي. ميتشوالي يعني ايه? خليكوا حافظين الكلمة دي. قولي لي معاناها ايه انت يا او لارا? او ياسين? ها? يعني ايه معانا الكم هي اللي هتحل المسألة? ها? ليس اكتبها وكتبت لكم العربي ليس بينهم علاقة. انا قلتلك ادي مجموعة ولاده واقفين كده? ومجموعة بنات. هنا بعيد عن بعض. مفيش علاقة بينهم. وفي مجموعة تانية كده. وهنا ولاده بنات وفي ولاده بنات. اه ده في علاقة بينهم. ميتشوالي دي معناها? ليست بينهم علاقة. تعافين يعني ايه? ما فيش علاقة? يعني نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فاول ما انا عمل اقول وعد في الكلمة عشان تفهم. اول ما يقول انت ماتش ولي معناها ما فيش علاقة بينه. على طول في قانون بنكتبه. حافظ القانون ولا نسيتين? قوليلي القانون بتقول لكم بارح. فاكرة ولا ولا قوليلي مش عارفها ها? مين عارف? لا تمام قولي قولنا البي. هو ايه? بص البي. ما هو ده? اهو القانون ده اهو. بيسوي ايه? بي ايه? ده يتحافظ ما فيش فهم. بي بي. نيجاتيف ايه فاكرة? نيجاتيف البي. الاي. اه انترسكت بي. بس هو بقول اللي هنا ايه? ماتش ولي يعني ايه? هل فيه تقاطع او ما فيش تقاطع? لا ما فيش يبقى الحتة دي بتسوي ايه? زيرو. ما بيقول لي تقاطع ايه بيه? هو بيقول لي مش متقطعين. يبقى بزيرو. عواضي بقى. الايه يونيون بي بكام? حطي سيفن اوفر تويلف. ما هيه? بتساوي. الايه بكام? البي ايه بكام? ما هيه? الايه? اه هي. وان اوفر ايه. اه وان اوفر سري. بلاس بي بي. هو عايز الاي بي ديا. ولا حاجة يا مستر. اه. هنقول له ايه? هاتي دي النحيا دي معاها. دي سيفن كلام قولة ابتداي. سيفن على تويلف. نيجاتف. نها دي مش بوسط بنجيبها بالنيجاتف. وان اوفر سري. بتساوي البي بي. هو عايز البي بي بكام? اهو? عايزها. احنا بنجمع ونطرح. مش بنحل مسائل تالتة عدادة ولا عاجل. ودي اتوحد المقام تويلف. ودي زيها تويلف. نيجاتف يبقى دي سيفن. ودي تويلف هتبقى فور في وان بفور. يبقى بتساوي ادي تويلف. ودي يبقى سري اوفر تويلف. نختصرها. تبقى وان اوفر فور. خلصت. وانا ايه اللي عملته? وانا اللي عملته? كتبت القانون. ولما كتبت القانون ايه اللي حصل? قولوا معاي. ايه اللي حصل لما كتبنا القانون? شلت الاي يونيون بي حطت قيمتها اهي. وشلت البي ايه احتمال ايه? وحطت القيمة بتاعتها اهي. البي بي هو عايزها. طب والايه انترسكت بي هو بقول لي يعني غير متقطعين يبقى انا حطتها بزيرو. وطلعت القيمة. اه. معايا ولا? اه? قانون. طب انت مش حافظ القانون بقى ما تقوليش مش عارفة احل. انت اول ما تلاقي الكلام ده على طول كده. طيب نشوف كده بعديها. دي حلناها المرة اللي فات زيها. انا المفروض دلوقتي ما حلهاش. اقول لكم احل وبعتولي الحل. ايه رأيكم? اخلكوا تحلوا انتم? زي ما بنعمل بالطريقة بتاعتنا? دلوقتي يا امستر. اما البكرة? ها? هنعمل ايه? هنعمل نحلل. ونجيب الدومين. وبعد ما نجيب الدومين نشطب ونشوف ايه اللي متبقي ها? خلي بدنا. احنا لسه حلنها ده مش كان فيه هناك وانتو. المسألة دي هي دي على فكرة بصوا يا جماعة. دي هو هنا بيقول لي اسبة الان وان بتساوي الان تو. هنا راح جايبهم وقال لهم اعملهم باي اضربهم في بعض شوف القيمة بكافة. والله صعب والله حلها معاكم. احلها معاكم. يا رب بس الوقت يكفي ركزوا معايا بسرعة كده. مش هنروح اسميني الشاشة ايه? مش هنقسم لأ. ادي الاكس بلاس وان. ما فيهاش تحليل ما فيه دي. اللي تحت دي ايه بقى? ردوا علي خليوكم معايا. اه دي تتحلل. اه. والكلام تاني عدده ده الاكس. باي اكس. ودي الان. وادي التو. وهنا نيجاتيف وبوزيطيف. دايما لما يبقى يا جماعة الاخير ده نيجاتيف. يبقى هنا بيبقى نيجاتيف وبوزيطيف حسب تبعيني ازاي? اه. وبعدين نكتب باي. اهي باي. ونيجي هنا. طب دي نعمل فيه يا مستر. ردوا علي. حنعمل فيه ايديا. ها? ولا حاجة ايه. برضو ايه ايه? ايه? الاكس باي اكس. والتن دي قبارة عن ايه? تو في فايف. لان التو والفايف الفرق بينهم كام? قولوا معايا. الفرق بينهم كام? السري اهي? يبقى دي بالنيجاتيف والكبير ببوزيطيف. لانه نيجاتيف تو وبوزيطيف آآ فايف بسري. عملنا. ايه اللي تحت ايه بقى? يلا ايه ده? يا مستر? دي حعلمكم طريقة التحليل بتاعت. ايه رايكو لو عملنا كده? بصوا معايا. عملنا ده. دي طريقة تانية. عشان في رقم هنا. لو عملنا دي سري اكس باي اكس. سري اكس باي اكس بكام اسف? باي اكس. بسري اكس سكوير تمام? وبعدين وهنا دي كام ديان? فايف. هنعمل لها وان. ها? وان باي ايه يا جماعة? وان باي. فايف. دي سري اكس. سري في فايف بكام? ففتين. وان اكس يبقى سكستين مضبوط كده. وروح عملها كده جوه الاقواص كده اهي. حكتب هنا هو تقوله معايا بقى ادي سري اكس. وادل اكس. والنحية دي الوان وادل ايه الفايف. خلي بقى ده ايه هنا? دي بوزيتف. يبقى ياخدوا الاتنين ياخدوا اشارت اللي جوه. زيه. هاتو الدومين. الدومين ايه? هنا الاكس نيجاتف وان ايكول ايه زيرو. يبقى الاكس بتسوي واو. وهنا الاكس بلاس تو ي不知道 اخليها نحنا بنسويها بالزيرو. يبقى الاكس بتسوي نيجاتف تو. يبقى هنا انا عند الزيرو. عند الوان وعند الينجاتف تو. وهنا. اقولولي هنا ايه? محدش بنرد علي. الدومين بتاع هنا ايه? سري اكس بلاس وان بنسويها بالزيرو. يبقى سري اكس ايكوال نيجاتيف وان. يبقى الاكس بتسوي نيجاتيف وان على سري. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم انا بعمل جمعه طارح ما بعملش حاجة والله. وبعدين الاكس نيجاتيف فايف اهي. هقول له الاكس بلاس فايف? ايكوال زيرو. يبقى الاكس ايكوال ايه نيجاتيف فايف? يبقى انا عندي نيجاتيف فايف? وعندي نيجاتيف. الدومين ايه بقى? الدومين? الار ونختار بقى. يلا ملوني ها. اول حاجة باية هنا? ادي وان. وايه كمان? وان ونيجاتيف تو. وايه كمان نيجاتيف وان اوبر سري. وايه كمان نيجاتيف ايه فايف. ده خلص ادي ده الدومين اللي طلعناه. يبقى وان ونيجاتيف تو ونيجاتيف وايس دي. بعد كده نختصر بقى. نختصر ازاي? قالك هنا ايه? اكس نيجاتيف ايه اكس بلاس فايف دي? تروح مع الاكس بلاس فايف. واكس اه في ايه كمان فيهم اختصار? ردوا عليا فيهم اختصار تاني ولا لا? ها? دي اكس بلاس ون. يبقى انا بس اعملها الكتاح. ايه ما عادش فيها حاجة بننقلها بقى. ادي كده هوا. حيتبقى فوق هنا ايه? اكس بلاس ون. على تحت ايه? اكس. ودي احنا عملناها كانت مظبوطة كده اكس بابتوب ولا لا? لا. دي على فكرة يا جماعة. ديت المفروض بلاس اسف. ودي النيجاتيف. احنا عملناها غلط يعني. لما عملناها. يبقى ده الاكس بلاس نيجاتيف تو. هتروح مع الاكس نيجاتيف ايه? تو. وديت بلاس ون الاكس ون ديتروح مع دي. هيتبقى ايه في الحالة ديا? هيتبقى ون على السري اكس بلاس ون. خلصت. انتو اخبطتو في الاخيرة دي صح? لأ اول فهمتو انا عملت ايه ولا لأ? قمال اللي انا عملناه احنا لما حاجينا نحلل ديا اللي هي لتحت. نيجاتيف تو. دي المفروض طبقى ودي اللي تبقى نيجاتيف عشان اختصرناه. في امتوى اللي عدتها تاني الحتة دي? طيب. لانه حيفصل دلوقتي. بقيت الامتحان بتاخدوه واجب وبنكمله في المرة جاه هشوف بقى لو في بكرة حصة او الجمعة حولوك بقى مسألتين وخلاص. دب فهمتو حاجة النهاردة? هبعت لكم الواجب ايه المطلوب? والفيديو اعمله لكم وابعته لكم.